السلام عليكم طلاب الثالث المتوسط الأبطال ورجعنا إياكم بالحلقة السابعة من الفصل الأول رح نكمل اليوم إن شاء الله المتتابعات واليوم موضوعنا كلش كلش مهم اللي هو المتتابعة الحسابية طبعا طلاب هذا موجود بالخامس العلمي ورح تحتاجه بالخامس بس ما رح تحتاجه بالسادس حلو ويونس وأفكاره حلوة وبيقانون ورح نشرحه ونفسخت في الصخ يعني أنا مثل ما قلت لكم الملزة مضرورة تشتروها إضافة إلى أنه أنت تكتبوا إياي بالدفتر هاي الشغلتين تخليك تضبط مادة الرياضيات بالثالث المتوسط بدون خصوصي حتى طلاب أول شي شون يعني متتابعة حسابية المتابعة الحسابية اللي يكون الفرق بين الرقمين عدد ثابت يعني شنو يعني أنت مثلا 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 عندك متتابعة جاي يزيد اثنين اثنين ها بشوف الزيادة مالتها ثابتة اثنين 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 هاي يسمونه متابعة حسابية أو ممكن ده تقل اثنين اثنين مثلا ثمانية صارت ستة صارت أربعة لشوفون أنه النقصان أو الزيادة ثابتة عدي يعني مو يزيد اثنين وراه يزيد اثنين لا إذا يزيد اثنين يضل يزيد اثنين 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 إذا يزيد اثنين يضل يزيد اثنين اثنين هاي يسمونه متابعة حسابية أنه الزيادة مالتها والنقصة مالتها ثابتة يعني ما يصير والله يزيد مرة ثلاثة وراه يزيد خمسة لا هاي مو مو حسابية الحسابية الزيادة لازم ثابتة إذا اثنين كلها اثنين 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 الزيد 2-2-2 شوف أسهنا هذه زادة 2 ، هذه زادة 2 ، هذه زادة 2 ، أو ظل ماكو وحده زيد 2 وحده زيد 3 لا ، هذه ليست حسابية صارت هذا التعريف البسيط إليه أن الزيادة مالتها أو النقصان تكون ثابتها لازم يعني وما تتغير يعني إذا يقل 4 أرقام لازم يظل يقل 4 أرقام ما درد أضخل عليكم هذه متابعة حسابية هذه يسموها متابعة حسابية بها قانون طبعا بها قانون بها قانون اسمه الحد العام أستاذ أنت شيتنا على الحد العام هذه المحاضرة صحيح ، بس ما كان بها قانون إحنا لا رح يصير بها قانون ركز ، القانون مالحد العام مالمتتابعة الحسابية شوفوا هاي المتابعة صار اسمها حسابية بعد يحددها بالسؤال يقول لك عليها متتابعة حسابية خلاص ، شنو قانون هاليو أن رح أكتب رموز و رح أفسر لك وحده وحده وش رح أكتب رموز أي أستعرف شنو أي زائد قوس ناقص واحد في دي طبعا هذا القانون العام والحد العام للمتتابعة الحسابية نجيهن وحده وحده اليو أن يعني هو الحد العام الي هو القانون مالحد العام أوكي الأي شنو؟ هلا 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 حرف جديد الأي يا شبابنا و يا أبطال الأي هو الحد الأول شنو هاي؟ أستاذ مو شنو نسمي يو واحد؟ أي حبيب قلبي نفسه يو واحد لا تدوخ بها شنو قبل نصيح له يو واحد أستطينا بعد تسمية أي؟ أول حد بالمتتابعة هو الأي هو هذا أهم شي يعدية ea يعني هو هذا شنو يقولوا brilliant هوا بداية هذا الرقم اللي بالبداية هذا أول واحد هذا أول رقم بالمتتابعة نصيح له A أستاذ مو شنو نصيح له A أستاذ مو شنو نصيح له A قبل بذيكć الحلقة يي حبيب lever التغير بالمتتابعة الحسابية ينصيح له A إذن مصورنا من هو هوا و الحلقة؟ ياهو وأحد بحد الأول للي هو أول واحد يصير بالمتابعة أول رقم بالمتتابعة هو هذا الأهم شي حتى نعرف نقوم نزيد وراه تعرف اول رقم لأنه تولي هو زيد بأنه تنقص بس انت دائما عندك اول رقم تقدر تطلع البقية؟ شا تقول كابتن؟ من عندك مثل الثاني؟ هساني يقول لك اول رقم الثاني وظل زيدها ثلاثة ثلاثة شرح تقول وراء الثانية؟ لا زيدها ثلاثة 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 ثمانية داعش مو؟ بس إذا أنت ما عندك اول رقم ما تقدر تطلع المتتابعة كلها اهم شيء اهم شي الاي اللي هو أول حد هسا هاي عرفناها استاذ مؤمن رحم الله وادك الان شنو الان هو خلي اكتبهناها هو عدد الحدود اللي تريدهم انت يعني شنو عدد الحدود استاذ يعني مثلا تريد الحد السابع الان راح اصصر سبعة تريد الحد الثامن الان ثمانية الحد يعني هو اقصد انه الرقم اريد الحد الثالث الان نصر تلافه اريد الحد الخامس الان نصر خمسة فالان هو عدد الحدود او عدد الحد اللي انت تريده زين بقع دي حرف جديد اسمه دي هذا دي هم كلش مهم يا اخوان الدي كلش كلش مهم الدي اللي هو اسمه الأساس هو اسم على مسمى هو صدق الاساس كلش هذا استاذ مؤمل شنو هذا الدي فهمنا عليه اخوان هذا الدي هو الزيادة او النقصان اللي راح تسويه فهمني اكثر استاذ انا فهمك اكثر هذا اذا اقل لك مثلا الدي مصورنا موجب اثنين تدري شنو معناتها ومعناتها راح تزيد اثنين اثنين يعني انت مو عندك اول رقم زين هذا اول رقم انت شا سوي اش قدس زيده اش قدس تناقصه على منو تستند على الاساس مثلا اذا اقول لك الدي زائد اثنين معناتها انت لازم الزيت كل حد اثنين اثنين اذا اقول لك لا والله ناقصه اثنين هاي شنو هاي يعني لازم تطرح من كل حد اثنين اثنين تقوم تطرح من الحد الاول يطلع لك الحد الثاني الحد الثاني تطرحها يطلع لك الثالث وهكذا اذا انت على منو تستند بالزيادة والنقصان على D الدي اذا يقول لك موجب 4 الزيد 4 اربعة الدي اذا يقول لك اني صالب تلافه تطرح تلافه تلافه اذا تمشي على الدي انت والدي اشارته تكون لو موجبة يعندها زيد لو صالبه يعندها تنقص اذا موجبة تقوم الزيد اذا ناقصه تقوم تنقص طبعا انه الاسماء المتابعات اذا تكون موجبه اذا تكون صالب هم رح نطيهم تسميات اوكي زيان الدي بي قانون خاص اي الدي شنو قانونة اذا ما موجود الدي بالسؤال وعندك متتابعة تقدر تطلعها اللي واش يقول نطرح الحد الثاني حد الثاني ناقص الحد الاول حد القبلة يعني اوكي شون قانون الدلتا الثاني ناقص الاول زيان هذا قانون الدي طلعوا انا اذن القوانين سريدكم تحفظوهم ورح تتهمون اكثر واكثر زيان اذا انا بس سريد افهمكم على فن شاء الله المتتابعة بشكل عام بها قانون اللي هو اليو ان اللي هو الحد العام اوكي اللي هو هذا اهم قانون ينطلع من عنده اي حد نريده زيان القانون الشي يقول اي زائد اناقص واحد في دي الاي قلنا هو اول حد من المتتابعة يكون اول حد حد الاول الدي هو الاساس اللي هو شنو اللي راح نزيد او ننقص من خلاله قلت لك دي اذا موجب خمسة زيد خمسة خمسة دي اذا صالب اثنين تطرح اثنين اثنين فانت من الزيد وتناقص كله على اساس دي فهو امشي دي اوكي قانون شنو نطرح الثاني من الاول يطلع عندك دي ازيان اناسا خلي نعيز سويا شنو قانون الحد الحد العام والمتتابعة الحسابية يو ان يساوي اي زائد اناقص واحد في دي الان قلنا هو عدد الحدود اللي يريدهم بالسؤال من عندي او الحد اللي يريده مني بالسؤال اي زائد الناقص واحد في دي عيدة و يا اي يو ان شي ساوي اي زائد الناقص واحد في دي اوكي يا بي زين شوف اي متتابعة حسابية ما تطلع لو تموت ما تطلع بين قوسين لو تموت اذا ما عندك ذني شغلتين اذا ما عندك الاي و دي لو تطلع نخلا براسك ما تطلع المتتابعة يعني تقول لي استاذ مؤمل ذول اهم شي عندي الاي و دي اذا ما عندك ما تطلع عندك المتتابعة فلازم لازم اذا يطلب منك اي متتابعة حسابية تقول لي استاذ مؤمل اهم شي عندي ذول الاثنين ذول الاثنين توفروا تقدر تطلع اكبر متتابعة حسابية براسك اوكي حسنا هاي ردك تعرف هالسالفة كل سؤال رح اقول لك اياها اخاب لك بها اذا يريد منك اي متتابعة تطلع اذا ما عندك الاي و الدي ما تقدر تطلع اي متتابعة زين استاذ اذا عندي الاي و الدي ما عندي ما تقدر لازم اثنين عندك اصلا اذا ترجع للقانون يا حبيبي القانون يعتمد عليهم اصلا شوفها لازم عندك الدي والاي لازم عندك الدي و شنو والاي لين اذا ما عندك الدي والاي ما تقدر تطلع أي حد، ولا تقدر تطلع المتابعة إذن العامود مال T المال المتتابعة الحسابية حبايب قلبي هم ذولة الاثنية الأي والدي إذن الدي قلنا بي قانون، أي قلنا بي قانون، لا تنسى نطرح الثاني من الأول ماذا؟ هذا ما موجود كان الدي إذن خلي بس أنطي أمثلة على الدي حتى تفتهمون أو على أي مصورنا مثلا نقول الأي مالتنا واحد يعني أول رقم هو الأي من هو الأي؟ حد الأول الأي من هو أعيد لك الحد الأول، الدي من هو الأساس قلت لك الأي واحد والدي موجب اثنين ماذا ستفعل أنت؟ دقيقة أول شي، الحد الأول تنزل نفسه لوجه قد واحد أنت هسا تبدأ الزيد لو تنقص، هتقول لي ما أعرف تقول لي أروح أباوع على الدي الدي ش دا يقول؟ يقول أنه الزيد اثنين اثنين تبدأ يكون الزيد هذا اثنينة اثنين، هذا الزيد اثنين ce قد يصير? ثلاث هذا الزيد اثنين ce قد يصير? خمسة، فهمت قصني؟ يعني ي効م الزيد كل رقم اثنين اثنين طبعا بدكتر تشف خمسة زيد اثنين، this could Spur concept 7 ماذا سے الزيد اثنين، ثocal كم الزيد اثنين اثنين؟ بينما لو أتجت له الزيد اثنين انه أقص بأي زاد اثنين، اذن انت عليه consciouslyت على الد بينما إذا سؤال لا قلت لك همل A واحد أو دعونا نقول A خمسة و قلت لك D ناقص ثمين راح شو سوي لك خمسة تقوم؟ تطرحها ثمين ثمين يعني إنت إذا لم تكتب المتابعة شون تكتبها باوع الآي هو أول حت شباب الآي هو أول حتنزه شو تقول إذا مصورنا نطرح له نجمع ليش نطرح؟ لأن D مالتي شنو صار؟ صار صالح إذا مو بكيفك تطرح له نجمع تباع الدين الدين سالب 2 يعني تقوم تطرح من الخمسة 2 إلى 2 وهكذا خمسة تروح منها 2 ايج قد يطلع؟ ثلاثة ثلاثة تروح منها 2 ايج قد يطلع؟ واحد واحد يروح منها 2 ايج قد؟ سالب واحد لغاية الهيت شوف أعم تقصي شون؟ لغاية تطرح منه عنده 2 إلى 2 يعني أستاذ أنا أطرح أو أزيد حسب الدين؟ نعم حسب الدين وصلت الفكرة شباب؟ حسنا نعيد نعيد شنو اسم الموضوع؟ مالتنا؟ متتابعة شنو؟ حسابية قانون الحد العام مريدك حافظه على الغيب هذا شوفه؟ يلا رد لي يا رد لي يا يو أنشي ساوي اي زائد اي ناقص واحد في دي هذا القوس الناقص واحد حينضرب بالدي اللي هو الأساس الاي هو الحد الأول؟ أول حد بالمتابعة الدي هو الأساس اللي على أساسه هو اسمه أساس يعني اللي على أثره نزيد أو نقص قانون الدي شنوة؟ حد الثاني ناقص الحد الأول زين شباب؟ الان طبعا هو عدد الحدود اللي يذكره بالسؤال هذين يحافظون انت؟ اوكي زين تعال هستي سؤاله في إياه إذا تريد تطلع أي متتابعة حسابية بالعالم شنو لازم تطلع أول شي؟ لازم تطلع الـ الـ شنو لازم تطلع الـ 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 رحم الله والديك زين شباب شون نكتب المتابعة؟ وشنو رمز المتابعة؟ شوف المتتابعة بها رمزين إذا قل لك بس متتابعة بدون ما يقول عليها أي شيء تكتبها بهالشكل قوس مع المجموعة بس إذا يقول لك أريد الأزواج المرتبة إذا قال أريد الأزواج المرتبة لازم تكتبها بشكل مرتبة لا، هنا ستكتبها بطريقة ثانية طبعاً ستكتبها الأرقام رقم ورقم 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 النواتج اللي نسميه المجال والمجال المقابل فإذا ما قل لك عليها أزواج مرتبة تكتبها طبيعية لكن إذا قال أريدها بشكل أزواج مرتبة لازم تكتبها كأنها بشكل X و Y حسناً هنا الأن تكتب الحد الأول مثلاً حد الثاني مثلاً حد الأول تكتب واحد هنا الحد الثاني تكتب اثنين هنا الحد الثائج بسرة تكتب ثلاثة وبصفة تكتب الناتج ماتة الناتج ما المتتابعة طبعاً من أحي راح تفتهمها أكثر فإذا يريد أزواج مرتبة تكتب X و Y حسناً؟ بينما إذا يقول لك بس المتتابعة تكتبها لها H بدون X و Y رأساً النواتج تضعهم حسناً دعنا أخذ السؤال شباب نبدأ نحل أسئلة أسئلة حلوة وسهلة إن شاء الله شوفوا، هنا هذا السؤال يقبع لك شي يقول أريدك تكتب الحدود الخمسة الأولى يعني مصورنا كم حد لازم نطلع هنا؟ خمسة يعني بالمتتابعة لازم نطلع خمسة يو واحد، اللي هو الأي طبعاً هذا ينطلع بالسؤال يو اثنين، يو ثلاثة، يو أربعة، يو خمسة جيد، لكل متتابعة للمتتابعات الحسابية ومنطيني أول واحد يقول لي متتابعة حسابية الحد الأول شباب، قبل كل شي، خلينا نتفق على شغلة سويه رحمة الوالديك، تريد حلك يصير سهل وحلو ما تغلط؟ اكتب المعطيات، رحمة الوالديك، رحمة دينك، عليك العباس اكتب المعطيات، لا استعجل، اكتب معطيات بعد ينحل على شنو أنت مستعجل؟ أسانا عقرس، وراء أكتب معطيات، مراء أكتب معطيات، مراء أحر أسلم لا هو سولاها، عليك يا مر متتابعة حسابية الحد الأول، من هو الحد الأول؟ الحبايب قلبي؟ الأي، شكت منطيني الأي؟ البطل تلافل تعال، من المعطيات قل الأي يساوي تلافل رحمة الوالديك، كل شي ما سويت، بس دا أكتب المعطيات، لا أشوف شه منطيني بعد شه منطيني، وأساسها اللي هو الدي، قلنا هم شي هذا الدي؟ صح لو لا، ليش قد منطيني الدي؟ ستة، موجب ستة مصورنا من يكون عدي الأي والدي، نقدر نطلع على المتتابعة؟ قلنا، أي متتابعة، إذا أريد نطلع، لازم عدنا دول الاثنين وما شاء الله، عدنا أصلا دول الاثنينة لأي والدي، يعني نقدر نطلع على المتابعة، بس وقل لك أريد خمسة لتروح زايد شا سوي؟ التعقوس بهالشكل عيني، أول حد تنزله بالبداية لا تعب روحك، ثلاثة ومطك ياه أستاذ راح أزيد لو أنقص، يعني ما راح أحكي حلقة راح أسده، روح شوف ادي زايد لو أنقص، زايد ستة، يعني زايد ستة 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 ولو الصباح، يلا، ابدي أول واحد ثلاثة، زايدة ستة بقلبك ثلاثة زايد ستة، ثلاثة زايد ستة، 9 هاي طلع على حدث ثانية، تعال 9 زايدة ستة بقلبك، ما تعرف تجمع؟ سوي هنا أصلا شا، 9 زايدة ستة 15، ما بيجعله أوكي، زين 9 زايدة ستة جد؟ 15 زايدة ستة بقلبك، طلع على حدث ثالث طبعا شباب، طلع على حدث ثانية 15 راس طلع، هاي صعبة صعبة ما أقدر، يلا حبيبا، بلمس ودش بيك، ليش خفت؟ خمسة و ستة إذا قد دعش واحد و بليد واحد واحد و واحد اثنين واحد و عشرين أه أه تعمل بواعه زين آخر شيء الواحد و عشرين زيتها ستة ما أقدر أستاذ إلا يلا هادي هاي سويها واحد زائل ستة سبعة اثنين تنزل إذا قد طلع سبعة و عشرينين كافي هوب هاي مو يخذك الواحس و تكمل هم و دولة خمسة أصلا أنت هو الواحد منطقية هو بالوجه هذول البقين تطلعتهم هاي خمس حدود الخمسة الأولى من هاي المتتابعة طلعته زيت الستة ستة أول حد مطين يوضل زيت الستة ستة راح مل والديكم بيها صعوبة ترى والله سهلة كل السهلة أوكي ما بيها أي صعوبة يعني حتى بس أقول لكم هي الزيت الستة ستة اروا على الوضع يلا هم يريد مني خمسة أول خمسة راح مل والديك اكتب المعطيات تعال شو فيش قايلك متتابعة حسابية ايش بيها لحدها الأول حدها الأول يعني الأي ايش قاي تبطيني الأي صالب واحد تعال ستجل في المعطيات انه الأي صالب واحد أوكي أساس هاي ايش قاي تدير بالك الاساس صالب مطيكي كل السهلة لا تخاف انت من عندك الاي و الدي كل همومك تروح ويش مرتاح راح تطلع تطلع لأول خمسة أو حتى لو عشرة ما طول انت عندك الاي و الدي الأمور كلها بخير العراق كلها مرتاح افتح قوس المال المتتابعة تعال حبيب قلبي أول واحد اللي هو الاي نزله مصورنا راح نزيد لو نطرح أنا ما راح أحكي باوع عدي نطرح رحم الله و الديك اش قد نطرح يعني هسا السالب واحد راح تطرح من عنده تلافة هاي شباب إذا تريدون أنا من وجهة نظري نسوها على المسودة يعني صفحة سالب واحد سالب تلافة اش قد راح يطلع مو ياخذك الواهس قلبي إشارات مش شابهة إشارات مش شابه شو نسوي تنزل و نجمع واحد زاء تلافة اش قد طلع صالب أربعة والله سهل تعال هسا السالب أربعة هم لازم تطرح لها ثلاثة شوهي الفوق مسحو أعود يعني هاذا كتب للتوضيح إنه قاعد أطرح منها ثلاثة سالب أربعة هم راح أطرح منها ثلاثة شلون؟ حبيبي أنت إشارات مش شابهة تنزل إشارات مش شابهة نجمع له نطرح نجمع أربعة و ثلاثة صالب سبعة هاي هم طلعت حسا سالب سبعة هم أطرح منها ثلاثة ايا ايا ظلي عملية متكررة تطرح سالب ثلاثة سالب ثلاثة تعال سالب سبعة أطرح منها ثلاثة إشارات مش شابهة لو مختلفة طبعا الذكي رأس نقول سالب عشرة مو؟ إشارة تنزل نفس عفون و نجمع سالب عشرة ضل عندنا بس واحد يلا خلصنا خلصنا سالب عشرة سالب ثلاثة سالب ثلاثة إشارات مش شابهة تنزل و نجمع عشرة زائد ثلاثة 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 خلصنا طبعا هاي تقدر شو تسوي؟ لني تمسحهم خلص بعد ما تحتاجهم أنه إنت طرحت ثلاثة ثلاثة من كل واحد ماشي؟ أولا هو الواحد هو مطكيه ترى على فكرة هذا هو مطكيه إنت بس قم تطرح منه ثلاثة 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 طلعت البقية كلهم هذا الحد الثاني ثالث الرابع الخامس و اكتبتهم ماشي شباب؟ والله سهل كل شيء يعني قد ما أقول لكم سهل ما تصوروا زينا، بس شباب شباب شريد منكم هاتوا ماذا تسوي؟ حتى دعنا نسوي حلنا نموذجي لازم بالحل النموذجي هذول نفسهم حتى لا ينقصك أي درجة حتى ذاك السؤال تسوي ذاك السؤال تشوفوا همردك تسوي شوف الآي اللي هو اللي خنقول اليو واحد تكتب يساوي هذا هو مطيك يا صالب واحد كتب أي شيء ورها هذولة اكتب لي عليهم هذا يو ثنين هذا يو ثلاثة هذا يو أربعة هذا يو خمسة يعني هاي العمليات سويها لأن ترديني نقصك عليهم فأنت لازم تطلح يعني هاي أريد أن أوضح عليها أنا كل مسؤال قبلة يعني من أوضحت ما سويتهم وهذا غلط ما يصر يعني هنانا انتبه لي شوية انتبه لي صديقي حبيبي انتبه كله زيان هنانا تكتب تقول لي أنه الأي هو نفس اليو واحد وأنت مطنياج قد تلافع تروح وراها تكتب لي اليو ثنين اليو ثلاثة اليو أربعة اليو خمسة شلون؟ أنا قلعك شلون؟ تجيب الأ 1700 وهزايدها 6 6 نحن المتطلق تعينا هذة هذا الزايد 6 هجل قدوج تسعة هجل قدوج زايدها 6 قد يطلق 15 هسا ال 15 zer هجل قدوجز زايدها 6 قد يطلع عندي 21 هسا ال 21 هجل قدوجز زايد la 6 تطلع عندي 27 باي للاك هاي لازم تسويهم بعدين تضعهم في هذه المتابعة يعني هذه ضرورة تسويهم لأن هذه ترى ينقصك عليها بالوزارة أمزين يعني تبهت لأن أنا إذا أشرح لها كسر أصداد فهمك بس خلي أعلمك على طريقة الحل أيضاً نحل بعد ها شباب هذه المحاضرة أهم نقدر أن نخليها واجب لكم المحاضرة السابقة ما للأزواج التي طيناها ما لنعوض همي أن أريد تحلوا لياها بالواجبات خالها لكم زي خلي نكمل بعد بس راح أستشراح أسوي راح أعلمك على طريقة الحل النموذجية يدير بالك مثل ما قلت قبل شوية إذا ما اتبقنا نكتب المعطيات أنه الحد الأول جد هو مطينية واحد هذا من هو نعتبره؟ نعتبره لأي الأساس اللي هو الدي مطينية موجب خمسة شبابنا الطيبة أول شيء لأي هو نفس اليو واحد الأي هو نفس اليو واحد اللي هو قيمته واحد يعني سدت أول حد بالمتتابعة طلعتها البقية ما هو؟ الرابع ثاني ثالث الرابع الخامس البقية ما سأطلع هم؟ البقية تذهب على الأساس لأرى ما تفعله هنا الزيت خمسة خمسة يعني اليو ثنيا المصورنا جد راح نزيده الواحد نفسه جد راح نزيده الزيته خمسة يطلع الناتج ماتي ستة إذا هذا ستة شوفت شرور؟ أنا زيدت هذا خمسة طلعت الحد الثاني هسا تجي على الستة جد زيدها خمسة مو؟ يعني هسا اليو ثري هنقول الستة أزيدها جد خمسة ستة زاد خمسة شباب ما قد يطلع؟ دعش إذا هذا طلع دعش مصورنا هسا دعش جد زيده؟ هم خمسة يعني هزا شنقول عليو أربعة؟ دعش زاد خمسة دعش زاد خمسة جد شباب؟ ستة عش إذا هذا طلع ستة عش أوكي هذا طلع شنو؟ ستة عش الستة عشة جد زيدها شباب هم خمسة هزا واخدنا له شنو؟ قد أدتها شبه شاني شبه ايه السلطة عشة جد زيدة شباب خمسة يطلع عندي واحد وعشرين طلعوا عندي دولة كلهم الحدود مجرد زيدنا خمسة خمسة مجرد زيدنا شنو؟ خمسة خمسة آه طبعا كيف تمسحها أنت ما تبقيهم هاي بالنسبة لهذا المثال المال المتتابعة الحسابية زينا خليه أنطيك واجب إليك يلا يا بطل وقف لي هذا وحلي هذا السؤال ووقف الصورة يعني ووقف الفيديو وحلي هذا السؤال وانتبه أنا منطيك الأي سالب خمسة الأي سالب خمسة ودي منطيك يا موجة بثنين يلا أكون أسهل منها بعد شوين انتبه على الإشارات مو تستعجل يلا وقف الفيديو طبعا هم راح يوقف الفيديو ما راح يصير بياني همينة؟ وقف لا لا توقف سوى الطالب نحن يوقف الفيديو ما راح يصير بياني؟ وقفت الثاني شغل الفيديو تغلت ويهم مشوف ما مندوز التوقيف أتوقف أثبت هسا اشتغلت الفيديو انته مو تسرع الفيديو وقم واحدة سريع بسرع 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 راح يسرع الفيديو يصير راب مو رياضي سمعني تقوم بشكل سريع شباب يلا متابع أسابي منطني لحد الأول ما لتأول أساس شو سويت؟ أول شي قلت هو نفس الU1 عود صر تلوتي ندرب الحد الأول صالب 5 يعني بالمتتابعة هذا يصير أول 1 طبعا نحد الثاني الثالث الثالث الرابع الخامس و الثاني الثالث الرابع الخامس يالله شو راح تسوي؟ راح تزايد تنقص تقول لي أبو عدي يدي يقول زائد اثنين يعني نزايد اثنين اثنين يعني ليو اثنين المفروض أنت يا حبيبي قلت السالب خمسة زائد اثنين والمفروض أنت إذا طالب مؤملي وبطل قلت هنا الإشارات مختلفة ناخذ إشارة الأكبر ونطرح من إشارة الأكبر؟ سالب نطرح لو نجمع إشارات مختلفة نطرح خمسة ناقص اثنين سالب ثلاثة بيع بطل طلعتها سالب ثلاثة بطل إلا طلعتها سالب ثلاثة هذا ثاني حتى طلعناه الثاني حتى طلعناه الثالب ثلاثة هم الزايدة اثنين سالب ثلاثة يعني يعني اليو ثلاثة سالب ثلاثة زائد اثنين إشارات هنا شبيهة؟ إشارات مختلفة إشارة الأكبر ونطرح إشارة الأكبر سالب نطرح ثلاثة من ثلاثة سالب واحد يا بطل طلعناه سالب واحد هس السالب واحد همينا الزايدة اثنين ستبطلع اليو أربعة باز نشوف حلك صحيح إذا حلك صحيح بطل أنت مصورنا أيضاً هنا شنو الإشارات شبيهة؟ مختلفة شنسوي إشارة الأكبر ونطرح إشارة الأكبر موجب دير بالك صارت إشارة الأكبر موجب نطرح اثنين ناقص واحد الناتج موجب واحد الناتج موجب واحد هاي سهلة موجب واحد زايدة اثنين يطلع ثلاثة مو؟ هاي بالله شفوه لكذا واحد زايد اثنين شباب تفوحة وتفوحتين ثلاثة تفوحات هاي المتتابعة عمالتك إذا طلعت هاي تشفى أنت حلك صحيح بطل كل زايدة اثنين 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 اوكي زايدة شنو؟ اثنين اثنين هاي بالنسبة لهذا المثال زيان استاذ اثنين اقول لما اكو افكار صعبة هاي شواني سهلة لا حبيب اكيد اكو افكار صعبة بس انا لا خليهن لك بالبداية غير نخليهم بالنهاية زيان فاستنين رح نيجي نشوف الافكار الصعبة شنو اننا بالله هلا هلا بدت الافكار تطلع يقول لي اريد تكتب الحدود الخمسة الاولى اي اوكي تأمر اوال الخمسة اوال الخمسة لمتتابعة حسابية حدها السابع شنو السابع؟ حدها السابع يعني U7 شباب حدها السابع يعني U7 زيان U7 اشقد منطينيها؟ خلينا نكتب بالمعطيات حتى ما نغلط U7 منطينيات ثلاثة اي وبعد اش منطيني؟ منطيني اساس مالتها اساس D موجب اربعة انا اسأل المصور مالتني وشوف يتذكر الملاحظة؟ هاي المعطيات مصورنا نقدر نطلع هسا احنا المتابعة لو لا يقول لا ليش؟ جيد ما عدنا لأي رحم الله والديك طبعا المصور طبعة براسه هاي الجملة قلت له اي متابعة حسابية ما تطلع له تموت اذا ما عندك ذولة الافميان هسا بهذا السؤال عدنا ديه بس ما عدنا منه؟ ما عدنا اي يعني عدنا مشكلة وين يا شبابنا؟ عدنا مشكلة شبيرة انه احنا ما عدنا الاي خلي اكتبلك ملاحظة هكتبها وامسحها اذا ماكو الدي او الاي دولة الاثنين اذا ما موجودين اذا ما موجود اثنياتهم سوية ما تقدر تطلع اي متتابعة اذا انت هنا شنو مشكلتك بهذا السؤال قلبي؟ مشكلتك انه لازم لازم اطلع الاي على مود اقدر اطلع المتتابعة زين استاذان اني اطلع الاي هو ليش انطاكي وسبعة؟ ليش انطاكي وسبعة؟ يعني شمعنى انطاني هاي المعلومة؟ هاي المعلومة انطاكيها على مود اطلع منها الاي شا تطلع منها؟ ومن اطلع الاي تقدر اطلع المتتابعة؟ لان بدون اي ودي ما نطلع متتابعة يعني اسا شنو المصور؟ مشكلتنا؟ ما نقدر نطلع منها موعدنا اي بس السؤال ما خلاني تايه بوحد يقول لي هاك هاي المعلومة اليك ليش اني المعلومة ان الحد السابع ايش قد قيمته؟ زين يا قانون راح نستخدم وما عندك غيرها قانون الحد العام هنا راح تستخدمها الحد العام اللي هو ش يقول القانون مالته يو ان يساوي اي زائد ان ناقص واحد في دي اليو ان عندك اللي هو اليو سبعة راح يصير يو سبعة خليني كتبه راح يصير يو سبعة الاياني اريده شباب الان عوضناه سبعة معناته هنا الان اهم راح شن عوضه؟ سبعة ناقص واحد في دي الدي موجودة اليو سبعة موجودة مصورناه يطلع الاي اللي اريده له لا يطلع شوف انت من قلت الحد السابع الان صار سبعة فهذاهم لازم يصير سبعة الدي عندك واليو سبعة عندك اليو سبعة منطيكيات ثلاثة يطلع الاي لهم يطلع يطلع الاي بتعويض بسيط كلش اليو سبعاني منطيكيات ثلاثة عوضة ثلاثة الاي احنا نريدك ان هذا لازم نطلعه ونطلع المتتابعة لإذا ما عندنا أي من يقدر أطلع المتتابعة أكيد ما نقدر شباه هو أول رقم ما نعرفه شون أصر أبو علي الشيباني أول رقم غير حتى زيد عليه؟ إذا أنا أول رقم ما أعرفه شون أطلع البقية؟ فلازم أطلع الأي؟ زين، 7 ناقص 1 6 أوكي، في D، D من طين يا همينا أربعة عندي ها هي، يطلع زين، نضرب دولة أربعة في ستة أشغل أربعة في ستة أربعة وعشرين إحنا نريد أن نطلع الأي، فلازم ننقل الأربعة وعشرين هي موجب، ما ننقلها؟ الصير سالب، هيصير عدي ثلاثة ناقص أربعة وعشرين يساوي الأي إشارات مختلفة لو مش شابهة، مختلفة نأخذ إشارة الأكبر ونطرح الـ H قد رح يطلع عندي أوقف، إشارة الأكبر سالب لو موجب بصوت عالي سالب نطرح أربعة وعشرين من الثلافة أربعة وعشرين، تروح منها ثلافة أربعة ناقص ثلافة واحد، اثنين، تنزل طلع الناتج جمال T الأي طلع عندي بصوت عالي سالب واحد وعشرين هسا صار عندي A و عندي D من السؤال موجب أربعة شبابنا الطيبة، هسا نقدر نطلع متتابع وراء ما طلعنا الأي؟ أوكي، إذا أنا من طرحناهم، طلع شنو الناتج جمالتهم؟ طلع سالب واحد وعشرين الأي إذن هسا نقدر نطلع المتتابعة، صار مثل قبيل شا تقول؟ تقول هسا أنا أقدر أطلع حدود الخمسة، ما ويرد حدود خمسة؟ تدتو أمر أمر قل لي، قل لي تدلل حدود الخمسة شنو؟ أنت عندك الأي بعد؟ سالب واحد وعشرين، هذا الحد الأول طلع اليو اثنيا، ما ستفعل السالب واحد وعشرين؟ الزيتها أربعة، وهكذا، تقوم البقية، الزيت أربعة أربعة، تقوم شنو أربعة أربعة؟ إشارة مختلفة، إشارة الكبيرة، ونطرح واحد وعشرين ناقص أربعة، إذن الحد الثاني سالب سباة عشر، هذا الحد الثاني، هذا الحد الثاني الزيتها أربعة، إشارات مختلفة، شنو أقول؟ إشارة الكبير ونطرح، إشارة الكبير سالب، نطرح سباة عشر من أربعة، يطلع ثلاث عشر، إذن الحد الثالث سالب ثلاث عشر، أسا الحد الأول هو مطنيا، أوكي؟ حد الثالث طلعناه سالب ثلاث عشر، مصورنا هسا شنو أقول عديو أربعة، أنت أقول لي، نأخذ الحد الثالث اللي هو أشقد؟ شنضيف له؟ أشقدن زيدة؟ زيدة أربعة، أزعين؟ إشارات مختلفة، إشارة الكبير ونطرح، إشارة الكبير سالب، نطرح ثلاث عشر من أربعة، يطلع تسعة، الناتج سالب تسعة، آخر واحد، نسك الختام، نأخذ منه هسا الحد الرابع اللي هو أشقد؟ ونزيدة أربعة، الناتج يطلع سالب خمسة، وخلصنا الحدود الخمسة، نروح نكتبوهم بشكل متتابعة شلون راح نكتبوهم بشكل متتابعة؟ هذا القوس ما المتتابعة، ننزلهم، أول شيء A طبعا سالب واحد وعشرين، وراها U ثنين سالب سبعة عشر، U ثري سالب ثلاث عشر، U أربعة سالب تسعة، U خمسة سالب خمسة، وطلعنا الحدود الخمسة الأولى، إذن هذا فكرته لازم من هذا القانون يا شباب نطلع الأي، لازم نطلع الأي من هذا القانون، أوكي شو نطلع الأي، ورا ما نطلع الأي، الأي اللي هو طلع عجقد، أكرر سالب واحد وعشرين موم، نروح نقدر نحل السؤال طبيعي، مجرد نظل نزيد أربعة أربعة عجقد نزيد، أربعة، أربعة ونكتب المتابعة بالأخير زين، شوفي هذا السؤال اهم تقريبا فكرته حلوة وفكرته لطيفة، يقول لي عندك متتابعة حسابية، حدها الثالث زين، حدها الثالث يعني منطيني الU ثلاثة هنا، ماذا قابل الU ثلاثة منطينيها؟ الU ثلاثة حد الثالث منطينيها ثمانية وهو طبعا لوتي، هاي من يطيني فد معلومة لريدني أستفاد منها، يعني فد فائدة منها، وديها منها منطينيها، يقول لي اكتب الحدود اللي بين U7 و U11 هسا يريد المصور إياه وانتبه شنو الحدود اللي بين U7 و U11 دقيقة اللي بين آتم يريد بس شنو يعني؟ U8 مو وبعد U9 و U10 ثلاثة مو يريد؟ هو من البيان السبعة والدعش؟ من البيان السبعة والدعش؟ يريد مني U8 و U9 و U10 اكتب ملاحظة ملاحظة ضرورية اكتبها 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 مهمة هس راح ام ساحة طبعا راح اكتبه ام ساحة اذا طلب مني ايجا مني صحيحة؟ باليالة وبالكسبة ايجاد اي حد اي حد ركز اي حد يعني يريد حد العاشر حد الثامن حد السابع انطبق لهذا القانون من عندهم طالعلي وكيد ما عدنا غيره ما لحد العام لون شي ساوي اي زائد الناقص واحد في دي رحم الله والديك يعني اذا استاذ مثلا مثلا بالامتحار رادي مني لحد السابع اي طبق هذا ها والمقابل لازم ش عندك؟ ولازم عندي الـ موجود لازم و الـ او اذا بدون ذني ترد التديح لازم ذني موجودات اوكي حبيبي فانت خاف يطلب منك السادق رايد مني باعش رايد مني حد الثامن وتاسع والعاشر لازم نطبقكم على هذا القانون ولازم عندك اصلا قبلها ايو دي ستعالوا واش انت عندك ايو دي؟ ما عندك ايو دي عندك بس دي منو عندك مشكلة وين؟ صورنا بالاي بس الاي نقدر نطلع عليه لا نقدر نطلع عليه لانه مطيني معلومة استفاد منه انو نحدد الثالث اجقد قيمته قيمته ثموني فالجباب اي بس كتبوها حتى امسعها اوكي نقول كتبتوها حس اعرفت شي رد مني بالسؤال بس قبل كل شي انا فيه ورطة من يعني وعدي مشكلة انو ما عندي الاي فلازم اطلع الاي شو راح اساوي؟ راح استفاد من هذا القانون هتطبق القانون مال يو ان واليو ان شي ساوي؟ اي زائد الناقص واحد في دي زين؟ انا راح اطبق مال يو ثري اي اوكي يعني اعتبر الان شقد ثلاثة على مدى طلع مني الاي شو طلع مني؟ الاي يعني هقول يو ثلاثة يعني الان راح اعوضها ثلاثة مرتين اوكي او في الاي الان شو راح نعوضها مصور هنا هنا؟ ثلاثة مو في دي شو تقول مصور؟ احنا نريد ال اي هذا يطلع؟ طبعا يطلع ال دي موجود واليو ثلاثة موجود نفس قبل شوي ببضبط حنقدر نطلع الاي هنقدر نطلع ال يو ثلاثة عوضة ثمانية الاي انا اريد اي قتل مستحيل نحل اي سواء اذا ما عدي اي ازيان ثلاثة ناقص واحد شباب اثنيا اكيد تعرفون ازيان ثلاثة ناقص واحد اثنين ال دي تعوضة سالب ثلاثة هو مضكياب السواء تعال اضرب موجب الثنين فيه سالب ثلاثة موجب بالسالب سالب ثلاثة فيه ثلاثة ننقل الستة صر إشارتها موجب 8 زاء 6 يلا تقولولي جقد حيطلع لأي 8 زاء 6 جقد 14 هلا طلع عدي لأي جقد 14 أقدر هسه أطلع دولة الثلاثة اللي ريدهم أبو السؤال أقدر غصبا ما علي لينصار عدي هسه لأي هم موجود جقد لأي طلعنا 14 حبايب قلبي بس عدك لأي ودي انتهى الموضوع رح أنت على كيفك تطلع U 8 و U 9 و U 10 علي قانون قانون ما U N قانون ما U N اللي هو شي يقول A زائد N ناقص 1 في D طبعا هنانا ال N شو تعوضها مصورنا شو نعوض ال N هنانا إذا ناخذها 8 يمو إذا ال N عوضها جقد 8 رح أطلع U شنو لا دقيقة خلي شو بس ننزل ذولة رح أطلع U 8 سين تعال علي كيفك ال A عندك قيمة هش قد طلعناها 14 8 ناقص 1 سبعة D إشقد عندك D سالب 3 زين تعال كميل 14 تنزل موجب 3 في سالب 7 سالب 21 إشارات مختلفة مصورنا سبعة 1 ناقصها نطلع شنو سبعة بس طبعا كده كتبنا سالب لأننا أخذنا إشارة شنو شاطي الكبير U 9 زين شباب عدي في الطريقة لكم أسهل يعني نقدر نطلع U 9 و U 10 بدون منطبق القوانين بعد شلون مني يفكر هو بناخذ السالب 7 واحد وشي نضيف له نضيف له ال D اللي هو إشقدة ال D اللي هو سالب 3 مو أسهل ما نرجع عند أيضا القانون طب عرفت الحد الثامن من الحد الثامن كمل اطرح 3 منه يعني إش ترجع تكتب القانون و تدوخ نفسك مرة ثانية هو إتعدك ال D سالب 3 شوفها من طلعت ال U 7 تقدر طلع الوراء والوراء لأنه وضح يطرح منه ثلاثة ثلاثة فإن أنا رأساً أقول سالب 7 هذا أخذ واطرح منه ثلاثة كيف يطلع إشارات مشابه طبعاً إشارات الكبير ونطرح يعني إشارات تنزل نفسه نجمع 7 زاد ثلاثة 10 إشارات مشابه نتبه نأخذ الإشارة نفسه ونجمع نضلع سالب 10 مصورها سنأخذ منه سالب 10 ماذا نسوي له طرح منه ثلاثة لماذا نعيد القانون ونسوي هاي جهوسة؟ بعد أخذ الحد القبله وضيف له ديه حد القبله وضيف له ديه شارات مشابهة ننزل نفسه ونطرح طلعوا عندي الحدود ذولة اللي بين منه السبعة والدعش اللي هما سالب 7 وسالب 10 وسالب 13 لهنانة قصة حلقتنا للمتتابعة الحسابية رح نأخذ إن شاء الله بعد وبعد وبإذن الله وياكم نحو الإعفاء وصدقوني ما راح أعوف ولا فكرة بالكتاب وشرحنا تفصيلي ولكل الأفكار لا أحد يقول لك استاذ مؤمل يترك شيء نهائيا ما أترك أشيء أنا هدفي إن شاء الله أطلع مية بالرياضيات وهذا الهدف إن شاء الله يتحقق وخلي أسوي لكم أساس قوي للعلمي وللستاذ العلمي تجوني مفولين كان وياكم الاستاذ مؤمل مهدي شكرا لكم